اطول رحلة ذهاب واياب قضتها الحكومة اليمنية بين الرياض وعدن وفي كل ذهاب للرياض ترفع قائمة من الشكاوى واخرى من المطالب وعند الاياب تقدم حزمة من الوعود لتحسين الاوضع وعلى هكذا مضى عامان سابقان وما زالت الرحلة مستمرة الوضع في عدن هو افراز للخلاف القائم بين الشرعية والامارات وطالما بقي الخلاف سيظل الانقسام وستتعطل عدن هكذا يرى الكثيرون مما يرون الا حل الا بانهاء الخلاف ايا كانت الطريقة والكلفة المترتبة على ذلك لكن المشكلة لا تبدو بهذه السهولة يرى اخرون خصوصا وان الامارات بحلفائها المحليين اصبحت المتحكم الاول في عدن وكثيرا من المحافظات الجنوبية وفق هذه التعقيدات تعمل الحكومة في هامش بسيط وتحاول قدر الامكان منع الاوضاع من الانزلاق نحو المواجهات مجددا حد تعبير رئيس الوزراء في تصريحاته الاخيرة لكن تحرك وفق الممكن والمتاح الذي لا يأتي بنتائج ملموسة على الارض لم يعد يروق للكثيرين من الاهالي خصوصا اولئك الذين لا ناقتلهم في السياسة ولا جمل وربما هذا تحدي اخر امام الحكومة في تغيير صورة الفشل السائدة عنها فهل ستنجح في ذلك ام ان لعبة التوازنات ستظل تعصف بعدا واليمن عموما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة